اشتركوا في القناة الادارة بتصفيتها وخمسمائة وثلاثين شكاية تعذرت تسويتها ومئة وثمانية وخمسين شكاية تم توجيه اصحابها الى الجهة المعنية وخمسة وخمسين شكاية تم رفع اليد عنها ولجوء اصحابها الى القضاء وثمانمائة وسبعة عشر شكاية ما زالت في طور الدراسة لدى الادارات المعنية تزايدت شكايات ولكن نقصت شكايات التي انتقصت شكايات التي لاختصاص لنا فيها معنى انه المؤسسة اصبحت معروفة اكتر لدى عموم الناس والذي يلاحظ كذلك ان الحلول التي نتوصل اليها في علاقات لإيجاد التسوية ما بين الادارات والمرتفقين زادت كذلك نسبة الى السنوات الماضية وفيما يتعلق بتوزيع الشكايات حسب الجهات فقد ورد ثلثاء الشكايات في خمس جهات تصدرتها ولأول مرة جهات فاس مكناس بما يمثل 16.4% متبوعة بكل من جهات الدار البيضاء سطات والرباط سل القنيطرة وطنجة طوان الحسيمة ثم جهة الشرق فيما توزعت باقي الشكايات على الجهات السابع الاخرى